اشتركوا في القناة تفرق بين الشعور بالكآبة احيانا او تعكل المزاج وبين الاكتئاب كمرض كلنا نشعر احيانا بان مكتئبين او مزاجنا معكر بيعبرون عنها الناس انه انا مكتئب هو تعكل مزاج او فقدان الرغبة بالاشياء لفترة مؤقتة يعني خصوان اذا كان مرتبط باحداث الحياة هذا لا يعتبر المرض الاكتئاب كمرض هو الو معايير العرض الاساسي بالاكتئاب هو فقدان القدر على الاستمتاع يعني المرض بيعبر انه انه وين ما راح ما عم يشعر بالمتعة يعني او الاهتمام مثل كان عنده اهتمامات او شغف بمجال ما مثل بالقراءة بالرياضة بالموسيقى او حتى باي شيء هو يفقد اهتمامه بالاشياء اللي كان تعطيه هذا الاحساس الحلو اللي يحسه طبعا هذا عرض اساسي اخصوان اذا طبعا لازم يترافق باربع او خمس اعراض على الاقل هي مثل اضطراب بالنوم زيادة او نقصان اضطراب بالشهية للطعام زيادة او نقصان بيصير عنده نقص تركيز وصير ينسى المريض ويصير عنده عصبي هو بيعبر احنا نسميه مزاج مستثار بيصير ينفعل او يتأثر بامور هو يعتبرها ما ما بتستحق بسمع ذلك مقادري منع حاله بتأثر فيها المريض كمان في عرض اساسي هو نقص الطاقة المريض بيصير ما عنده بيأجل ما عنده هالدافع مثل سيدة البيت انه شغل البيت بيصير عبع عليها كذلك بيصير نقص تقدير الذات يعني عند المريض وثقته بنفسه ادخل طبعا اذا هذه الاعراض اذا استمرت لمدة اسبوعين على الاقل مؤكد انه هذا صار مرض وبحاجة العلاج خصوصا اذا غالبا بيكون بلش ينعكس على حياة الاجتماعية على شغله طبعا بدون علاج المريض بلش يفكر بالموت يتمنى الموت وعشرة بالمئة من مرضى الاكتئاب اللي ما بتعالجه ممكن يصلوا لحد الانتحار الأمر يعني طبعا اذا بلش المريض يحكي عن الموت او انه شايف الحياة ما الى معنى وعنده رغبة بالموت على الاهل انه اخذ الامر بجدية انه حقيقة المريض قد يكون وصل الى درجة يعني بعد تمنى الموت يبلش ممكن يفكر بالانتحار او حتى يضع خطط لذلك المرض الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء بشكل تام واستجابته لأدوية ممتازة يعني الاهل مجرد انه يعرفوا انه هناك أدوية ممتازة حاليا ممكن تعالج المرض طبعا خصوصا اذا اذا ما كان عندهم هذا الوهم حول الأدوية واضرارها يعني يتوجه للطبيب استجابة خلال أسابيع يعني بحدود لك ثلاث الى ستة أسابيع تكون استجابة ممتازة ممكن المريض يستعيد حياته ويستعيد نشاطه على كل المستويات اشتركوا في القناة شكرا